لحظة الهدف اللي سجله محمد صلاح كانت لحظة مبهجة جدا 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 لكل المصريين ولكل العرب قلبت الموازين ما احنا كنا ماشيين في التراك رحنا في التراك تاني نتيجة النتي ناس كتير كانت حطى اديها على قلبها وفيه ناس كتير كانت متخوفة من فكرة ان صلاح في مواجهة هالند خايفين لكون النتيجة مش مرضية بالنسبة لنا فمش عايزين اللحظة وخايفين على محمد صلاح نفسه يعني احنا متضايقين ان ممكن صلاح يعني من دايح لو حصل ان هو مقافس او رس جول او هالند يعني بلغة كرة القدم علم علي فلمانش لا احنا كنا زعلانين على زعله طبعا مش عايزين الصورة الحلوة دي تتهز باي حال من الاحوال وبكده على كل الاحوال مشاهدين في كل مكان بيكون ليفر فول رفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الثامن بعد ما كان في المركز ما بين العاشر والحداشر في وقت من الوقات وتوقف رصيد منشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني لكن الاهم ان ده الانتصار التالت لفريق ليفر فول في الدوري الموسم ده مقابل الخسارة في مبارتين والتعادل في اربع مباريات وفي المقابل بقى في الناحية التانية الخسارة هذه هي الاولى لفريق منشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوس في سبع مباريات والتعادل في مبارتين والحمد لله ان الدنيا رسيت على كده زي الكل